اشتركوا في القناة دكتورة البلوشي عددا من اجتماعات العمل الثنائية إضافة إلى مناقشات ومداخلات خلال جلسات وورش عمل المنتدى الذي أقيم تحت عنوان المرأة من أجل بناء الثقة والتعاون العالمي بمدينة سان بطرسبورغ في روسيا بتوجيه من صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المعظم شاركت سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي عضو المجلس الأعلى للمرأة في جلسات العمل الثنائية إضافة إلى مناقشات ومداخلات خلال جلسات وورش عمل النسخة الرابعة للمنتدى النسائي الأوراسي وعقدت الدكتورة البلوشي اجتماعا مع سعادة السيدة غالينا كاريلوفا النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الإقليمية بمجلس الاتحاد الروسي رئيسة مجلس المنتدى الأوراسي للنساء جرى خلاله استعراض كافة سبل التعاون المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد الروسي في مختلف قضايا المرأة كما عقدت الدكتورة البلوشي اجتماعا مع سيدة آناستازيا ستولوكوفا رئيسة لجنة المرأة من أجل مجتمع صحي ونائب رئيس التنمية ورئيس مدرية الرعاية الصحية في مؤسسة روس كونغرس جرى خلاله استعراض رؤية مشروع المرأة من أجل مجتمع صحي لتحسين نوعية حياة السكان وخفض معدل الوفيات وذلك بناء على خطة لتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية للمرأة لفترة 2023-2030 في روسيا وضمن أعمال المنتدى شاركت الدكتورة البلوشي في الطاولة المستديرة التي أقيمت بعنوان المرأة في التكنولوجيا تطوير الذكاء الاصطناعي وقدمت مداخلة أشارت فيها إلى الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين من أجل تشجيع الفتيات البحرينيات على الدخول في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة وشاركت الدكتورة البلوشي أيضا في الحوار بين نساء في روسيا والعالم العربي وتحدثت خلاله عن جهود المجلس الأعلى للمرأة في دعم الكفاءات الشابة في مجال ريادة الأعمال وتشجيع المرأة البحرينية على الإبداع والتميز والمشاركة بشكل فاعل ومؤثر في تنمية الاقتصاد الوطني مشيرة إلى إطلاق مبادرة امتياز لرائدة الأعمال البحرينية الشابة تشرت بأن أنوب عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة في هذا الممتدى المهم في نسخته الرابعة الذي جمع النساء من أكثر من 130 دولة ليناقش أهم الموضوعات التي تخص المرأة في جميع القطاعات من قطاع الأعمال إلى قطاع التكنولوجيا إلى قطاع السياسة وقطاع الصحة وقطاع الحفاظ على البيئة هذه كلها تعتبر من القطاعات المهمة والتي ممكن أن تلعب فيها المرأة داور مهمة وعلى هامش أعمال المنتدى شاركت الدكتورة البلوشي أيضا بالجلسة المفتوحة لمجموعة نساء العشرين حيث أقيمت الجلسة تحت عنوان التوجه نحو العالمية المنظمات النسائية والمؤسسات المتعددة الأطراف وتم خلالها استعراض أولويات مجموعة العشرين للنساء لعامي الفين واربعة وعشرين الفين وخمسة وعشرين كما تم مناقشة آليات توحيد الجهود لتعزيز دور التفاعل الدولي بين النساء وكانت الدكتورة البلوشي ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأوراسي أشارت فيها إلى عدد من المبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة مؤكدة حرص المجلس على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية الهادفة إلى التعريف بالدور الأزاسي للمرأة في تعزيز السلام والتعاون العالمي والحفاظ على التقاليد والتنوع الثقافي وتطوير التكنولوجيا والابتكارات لضمان الحياة الصحية والسلامة البيئية وتعزيز المشاريع الخيرية والاجتماعية ترجمة نانسي قنقر